ايه اللي يقول لنا ان الخلق دي متسعة او ضيقة تلات خلق الناس لما تيجي تتكلم عن ديق الخلق يبقى عندنا مشكلة في تلات اخلاق الخلق الاول الصبر الناس بقى صبرها قليل الخلق التاني الطيبة الناس قلت الطيبة عندها وبالزاد في الطيبة قل الرضا الناس مبقيتش راضية على احوالها فاي حد بيقابلها بيطلعوا في ايه بيطلعوا في زهقهم الحاجة التالتة التماس العزر يبقى الانسان اذا كان واسع الخلق يعني واسع الخلق يعني يبقى واسع الخلق الى امتى لما يبقى صبور لما يبقى طيب لما يبقى بيلتمس الاعذار للناس زمان كنا نسمع حد بيقول عن حد ان ده فلان ده خلق دي بس دلوقتي بقى للأسف الناس يكاد يكون كتير من الناس بقى خلقها دي بتسألوني ليه اه الضغوط ممكن تسبب ديق الخلق بس الضغط لو جهه على هشاشة نفسية وقلت مناعة نفسية تعمل ديق خلق لكن لو جهه الضغط على انسان صلب انسان قوي عنده سمود نفسي لما يجي كده يطلع احسن ما فيه ليه طيب ده سنة من سنة لله سبحانه وتعالى في الخلق ان لما يجي الضغط على الانسان يخرج الانسان الصلب اللي عنده سمود نفسي يخرج احسن ما فيه ولذلك ايه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقولوا للناس حسنة ادفع باللتي يا رسول الله في ضغط الناس ضغط علي فحضرت النبي يقول ايه خلي الضغط الله سبحانه وتعالى وخلق حضرت النبي علمتنا كده ان لما يجي عليك الضغط اخرج احسن ما فيك اسمع قوله وتعالى ايه ادفع باللتي احسن يبقى لما يجي فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم إيه اللي حصل يعني لما ييجي عليك الضغط ادفعه بحسن الخلق إيه ده وعشان كده هنلاقي ناس بتقول العيشة بقت صعبة وظروف الحياة بقت أسية والواحد ما بقاش طايق كلمة من حد طب هو ليه ما بقاش طايق كلمة من حد ما جايز الكلمة دي رسول من رسول الله سبحانه وتعالى عشان تبين لك شيء انت محتاج تغيره باعتبار ان العالم تغير وانت محتاج تتغير فيبقى ربنا أرسل إليك هذا الكلام وتفتكر قوله صلى الله عليه وسلم اني ألسنة الخلق أقلام الحق فانت ميدي قوي وبتتشحن من الكلمة ليه ما جايز اللي بيقولك الكلمة دي ده جاي رسول من عند الله سبحانه وتعالى وبيرشدك لان محدش ولا يعلم من جنود ربك إلاه ما انت بيش عرفك ان ده مش جندي من جنود اللي عايز يفوقك من انت فيه فبقى تقطي الناس على قد اليوم اللي بيعيشه رغم ان لو صحيح تقطك على قد اليوم اللي بتعيشه يبقى المفروض انت شخص مش حامل هم الدنيا وتبقى بتعيش اليوم بيوم اه انت كده بتحرجنا يعني يعني بتقول لي لو انا شخص بيعيش اليوم بيومه يبقى شيء هم اليوم اللي فات ليه وهم اليوم اللي جاي ليه ما انت كل يوم يعتبره يوم جديد وتبقى فاهم قوله صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا الأذكار ماذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احيانا بعد ما امعتنا ده يوم جديد يبقى دي الخلق ده اللي ان احنا بنشوفه في اماكن كتيرة وبتلاقيه في كل حتة بتلاقيه في الشارع وبتلاقيه في السوق وبتلاقيه في المواصلات وبتلاقيه مع البيعين تيجي للبيع عشان تتعامل معاه وتقوله والله كزا هو يقولك هو ده يا عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تشتريش ده مش من حسن حتى مش من مهارات البيعين الكويسين ونيجي الناس تانية في بيئات تانية نلاقيهم لأ عندهم طولة بقى ومحتاج ايه ومعرفش ايه بس اسوأ مكان ممكن يكون فيه دي الخلق ده هو البيت البيت بقت ملتهبة تحس كده ان الكلام ده عبارة عن زيت بيتكب على نار فتلاقيه اي حاجة بتخلي البيت يلتهب ويشتعل ليه لان الناس عندها تطلعات لما بتروح البيت ان يتم احتواء اللي في البيت ليه من غير ما هو يحاول ان هو يحتوي وعشان كده تلاقيه خلقهم دايق يعني تخيله الزوجة اللي خلقها هدايق ومش طيقة كلمة ولا حاجة من اولادها ولا من زوجها انا بالله عليكم دي هتبقى ام ازاي هتبقى زوجة ازاي هي ام لازم صدرها يبقى واسع عشان ابن جاي جاي يبكي يبكي على كتفها عشان بنتي محتاجها ان هي تقولها نصيحة فتسمعها ويبقى بلها طويل وصدرها منشرح وما تخأ وما تخوفهاش وعشان كده بقى اولادنا دايما عايشين بالمخاوف ليه عشان الناس خلقهم دايق لان هم حسين دايما عارفين ايه اهم سبب لديء الخلق اهم سبب لديء الخلق هو كتر المخاوف كتر المخاوف بيديق الخلق كمان مش كتر المخاوف بس ما قاعدين احنا قاعدين نختصر مسألة في ايه في ديء الخلق بس لا ديء الخلق المخاوف بيديق الخلق مش المخاوف بس الاحساس بالمظلومية انا خلق يديق لان انا حاسس ان كل الدنيا علي حاسس ان انا ضحية كمان بيديق الخلق كمان ان احساس ان انسان ان مفيش حل اليأس والاحباط عارف ودي الخلق كمان بيحس بييجي من الإنسان إن حس الناس مش فهماه دي الخلق كمان بيجي للإنسان لما يحس كمان إن هو الحاسيس اللي جواها دي ما حدش بقدرها ليه انتوا ليه ما بتقدرونيش فتحس إن كل حاجة متكهربة تحس إن محدش طيق حد فالفردانية وكمان المزاجية وقاحد يتقلب 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 فعشان كده لازم نفهم حاجة مهمة جدا إن دي الخلق في البيت اسمع بقى دي الخلق في البيت يوقع صاحبه في قولي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول لو خلقك ديأ في بيتك عتضيع عيالك عارف ليه؟ لأن أنت جزء من فلسفة التربية أن أنت تكون متسع الخلق ويبقى كده لا يمكن تكون سبب من سعادة أولادك وتبقى العادة بتاعتك من كهرباء فالأولاد يتدوروا على حاجة اسمعها الاحتواء البديل ليه؟ أصلاً ما عندناش ودن بتسمعنا ما عندناش حد بيحتوينا ويبقى أنت كده بقية عون للشيطان على أولادك وعشان كده للأسف لما تسأل الزوج والزوجة ليه بتأملوا كده؟ هو أنتم متصورين تأثير ده وشكلوا إيه على أولادكم؟ بيقولوا ما إحنا بنتحمل ضغوط في العيشة ده وكأن أن تغوطهم في العمل أو تغوطهم في أعمال المنزل هو ده درهم في الحياة لا ده جزء من حياتكم أنت جزء من حياتكم كمان أولادكم أن ربنا سبحانه أن أنتم تمنتوهم من الله وربنا رزقكم بيه هم اللي خلوكم في علياء الأبوة أنتم الأولاد دول هم اللي دخلوكم في قوله تعالى وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الأولاد هم اللي خلوكم والدين خلوا أن في حد مأمور شرعاً أنه يحن عليكم ويعطف عليكم ويحسن إليكم بس ده لازم أنت الأول تحسن لأولادك عشان ما تبقاش زي الراجل اللي جيل سيدنا عمر وبيشتكيله أن ابنه عقه فوصف هو أبو بيعمل معاه إيه سمى اسم وحش واختر له أم مش مناسبة وتعامل معاه بتعامل مش مناسب فقال له لأ أنت اللي عققت ابنك قبل ما يعقق وعشان كده بنقول للناس دي بنقول لكل واحد حاسس أن خلقه دايق دات مبرى بنقول له لا تفكير مش سريم ومبرى مش هيفيدك في حاجة وهيفضل أولادك بيبعدوا عنك ويفقدوا التواصل معاك ولما يكبروا هتندم على كل اللي أنت عملت معاه ترجمة نانسي قنقر